تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليلعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رفع فيها إلى السموة أسمائيات التهاني والتبركات بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين وذلك احتفاء بالدبلوماسية البحرينية وعطاء وجهود كوادرها المخلصة لتنمية علاقات التعاون بين مملكة البحرين مع الدول الشقيقة والصديقة وحماية مصالحها وتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي وأعرب وزير الخارجية عن جزيل الشكر والامتنان على ما تحظى به وزارة الخارجية ومنتسبها من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومساندة من صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتعزيز الروابط والتعاون المشترك وتقوية العلاقات بين مملكة البحرين وكافة دول العالم بما ينسجم مع ببادئ المملكة الراسخة والدعية إلى التضامن والتكاتف والتأخي مع كافة الأمم والشعوب في إطار قيم التسامح والتعايش الإنساني والتعاون البناء مستذكرا منجزات المسيرة الدبلوماسية الوطنية والمستمرة منذ أكثر من خمسين عاما وما حققته من نجاحات في كافة الميادين الدبلوماسية أسهمت في تعزيز مكانة مملكة البحرين في المجتمع الدولي كدولة دعاية للسلم والأمن الدوليين واختتم وزير الخارجية برقيته بالدعاء إلى المولى العلي القدير أن ينعم على السموه بموفور الصحة والعافية وأن يديم على البحرين الأمنى والاستقرار والازدهار في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اشتركوا في القناة